بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامج وأذكر عبادة سهلة بسيطة يسيرة أي حد يقدر يعملها مش محتاجة منك لوقت ولا مجهود عبادة مش بس ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيها لا كمان أمرنا بالإكثر منها عبادة بتسهل الصعب وبتيسر العسير وبتخفف عنك همومك وتعبك وألامك ومشاكلك عبادة مجالسها مجالس الملائكة عبادة اللي بيعملها ربنا سبحانه وتعالى بيصلي عليه وملائكته عبادة الذكر قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمة صدق الله العظيم مكانة الذكر وهل أنه أفضل الأعمال وكيف حال سيدنا محمد مع الذكر من التمرقش فيها مع الدكتور أحمد أمين من علماء الأصغر الشيخ أهلا وسهلا وآهلا وسهلا وآهلا وسهلا وآهلا وسهلا وشاهدين أعوزين نبدأ مع حضرتك بمكانة الذكر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا عبادات كثيرة فرض علينا الصلاة الصيام الحج لكن سبحان الله العجيب في هذه العبادات والطعاط أن كل هذه العبادات الغاية منها أننا نذكر ربنا سبحانه وتعالى يعني الصلاة مثلا لماذا نصلي في كل يوم الصلاة الهدف الأساسي منها ذكر الله سبحانه وتعالى ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وأقم الصلاة لذكره كأن الغاية من الصلاة أن أنت تذكر ربنا سبحانه وتعالى في اليوم خمس مرات لو بتصلي الفرائد ولو بتصلي قيام الليل يبقى أنت طول النهار وطول الليل في حال ذكر دائم مع الله سبحانه وتعالى عن طريق الصلاة كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ببناء المساجد الغاية من وجود المساجد في الأرض أن تكون هذه المساجد أماكن لذكر الله سبحانه وتعالى ولذلك ربنا قال في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه دي واحد يسبح له فيها بالغضب والآصال رجال تسبيح يبقى ذكر الذكر مرتين رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة فذكر الله الذكر سلاس مرات في المساجد وذكر إقام الصلاة مرة وحدة الحج مثلا كعبادة وطاعة ما جعل الله سبحانه وتعالى الحج إلا من باب ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل السعي والطواف ورمي الجمرات لذكر الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى جعل من أكثر العباد كربا من الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض الذكر حيال الإنسان ولذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت فالذاكر لله حي وإن صلبت منه الأعضاء والذي يترك ذكر الله عز وجل ميت وإن تحرك بين الأحياء الذكر أمان للإنسان في الدنيا وفي الأخرة إزاي بقى الزكر ممكن يكون أمان للعبد في الدنيا والأخرة تمام أبدأوا في البداية بالذكر في الآخرة الزكر في الآخرة أمان للإنسان أمان للإنسان من عزاب الله سبحانه وتعالى أمان للإنسان من النار النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يخرج على الصحابة فزعا ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة خذوا جنتكم خذوا جنتكم خذوا جنتكم الجنة بمعنى الوقاية فقال الصحابة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين عدو يداهمنا في حد من الأعداء جاء علينا فقال صلى الله عليه وسلم لا خذوا جنتكم من النار فقالوا يا رسول الله وما جنتنا من النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل حماية للإنسان من النار وشوفي بقى مكانة الزاكرين في الأخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إن لله أناسا يأتون يوم القيامة ثيابهم نور وجوههم نور على منابر من نور اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك يا رب العالمين ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء من عظيم مكانهم عند الله قالوا منهم يا رسول الله صفهم لنا يا رسول الله جلهم لنا يا رسول الله قالهم قوم تحابوا في الله عز وجل واجتمعوا على ذكره فلما اجتمعوا على ذكر ربنا سبحانه وتعالى كانوا في هذه المكانة العظيمة يوم القيامة يبقى جنة من النار يوم القيامة وفي مكانة عظيمة على يمين عرش الرحمن يوم القيامة ثم بعد ذلك أمال للإنسان في الدنيا سبحان الله إحنا في زمن الوباء وزمن الأمراض الزكر دايماً بيحفظ الإنسان وبيقل الإنسان نحن بنقول دايماً وبنذكر الناس مع الإجراءات الاحترازية للأوبئة والأمراض يجب على الإنسان أنه هو يحصن نفسه دائماً بذكر الله سبحانه وتعالى يعني في زمن كورونا اللي احنا فيه ده وزمن الأمراض والوباء ممكن الإنسان يحصن نفسه بالذكر؟ طبعاً مما لا شك فيه أن الإنسان عندما يحرص على أذكار الصباح احنا عندنا ذكر لو كل يوم الإنسان قاله في الصباح وفي المساء يقيناً لن يضره شيء والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده قال صلى الله عليه وسلم ونحفظ بقى الزكر هذا كده من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سلاسة مرات حين يصبح وسلاسة مرات حين يمسي لن يضره شيء ولا هيضر وباء ولا هيضر مرض ولا هيضر أي شيء مجرد أن الإنسان يوقن أنه عندما يقول هذا ذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الإنسان لا يضر شيء بإذن الله سبحانه وتعالى فالذكر من أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى كيف يكون الذكر أفضل عمل؟ أنا أقول الذكر يعني ليس أفضل عمل هو أفضل من أفاضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى يعني أفاضل أعمال الإنسان الذي لا يستطيع أن يقوم الليل الإنسان الذي لا يستطيع أن ينفق ماله في سبيل الله الإنسان الذي لا يستطيع أن يجاهد في سبيل الله العبادة التي تجمع ده كله ذكر الله سبحانه وتعالى الذكر أفضل من أفاضل أعمال أفضل من الجهات في سبيل الله؟ نعم ولذلك نسمع بقى الحديث ده كده ونحفظه مع بعض الكلمات الجميلة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم أدي واحد وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الذهب الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم لبه هو أفضل من الجهات في سبيل الله نقول الكلمات بقى كمان مرة كده ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا قال ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل أفضل من كل الأعمال الصالحة والأعمال الطيبة ولذلك دايما الإنسان الألآن الإنسان الحيران الإنسان اللي بيقول لي أنا دايما بحس بألأ في حياتي والناس اللي عندها مشاكل وألأ وضغط وتوتر في حياتها حضرتك تنصحهم بإيه أنصحهم بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب راحة القلب وسعادة القلب في ذكر الله سبحانه وتعالى وكيف لا تكون الراحة في ذكر الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى مع الإنسان الزاكر معه معي تأييد معه معي نصرة معه معي تمكين الإنسان المظلوم ومقهور في الحياة الإنسان الذي ضيق عليه في الرزق الإنسان دايما بيعانف حياته من الترابات نفسية وألأ هو لو ذكر ربنا ربنا هيبقى معاه فهيطمئن بإذن الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله في الحديث الكدوسي الجليل أنا عند حسن ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني فالإنسان اللي بيذكر ربنا ربنا سبحانه وتعالى بيكون معاه فيطمئن الآية الكريمة فاذكروني أذكركم نعم الآية الكريمة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فالإنسان اللي بيذكر ربنا سبحانه وتعالى يعيش في سعادة يعيش في طمأنينة يعيش في راحة ولذلك كان سدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل حياته يكسر من ذكر الله سبحانه وتعالى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أم يترك ذكر الله سبحانه وتعالى في كل حياته أبداً في نمازك من حياة رسول صلى الله عليه وسلم مع الذكر؟ أو كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم مع الذكر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل حال فإذا أصبح يذكر الله وإذا أمس يذكر الله وإذا خرج من بيته يذكر الله وإذا دخل إلى بيته يذكر الله إذا أكل ذكر الله وإذا شرب زكر الله وإذا نام زكر الله وإذا قام من النوم زكر الله وإذا دخل الخلاء زكر الله حتى إذا جاء مع زوجته زكر الله سبحانه وتعالى فكان حال النبي عليه الصلاة والسلام في كل حياته كان يذكر الله سبحانه وتعالى في كل حال وكان يعلم الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيكتفي بالذكر كان يعلم الصحابة رضوان الله عليهم هذا الذكر يعلمهم يقولوا إيه لما يصحوا منهم يقولوا إيه في الصباح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صعد للرفيق الأعلى وترك للصحابة الاستغفار والذكر وترك لنا ده كمان بغي نعم ولا ذكر الله أكبر ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولا ذكر الله أكبر فكانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام كلها مع الذكر معنى أكبر في الآية الكريمة إيه المقصود بكلمة أكبر نعم ذكر الله سبحانه وتعالى أكبر أهل التفسير وعلماء التفسير قالوا الآية الكريمة فيها قولان القول الأول ذكر الله للعبد سوابه أكبر من أن يتخيله العبد فالذكر هنا ذكر الله للإنسان ما هو الإنسان لما بيذكر ربنا ربنا سبحانه وتعالى بيذكر هذا الإنسان فسواب الزكر أكبر من أن يتخيله الإنسان هذا أحد التفسير وهو الزكر بالنسبة لله سبحانه وتعالى أما التفسير الثاني في الآية الكريمة أكبر مش مشروطة بكلمة معينة أكبر وخلاص نعم ذكر الله الإنسان أكبر ثوابا من أن يتخيل الإنسان هذا الثواب ده تفسير التفسير التالي بقى ذكر الإنسان هي الآية حضرتك جات في سياق الحديث عن الصلاة ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولا ذكر الله أكبر فالآية جات في سياق الحديث عن الصلاة فالعلماء قالوا كلام جميل أوي يعني سيدنا الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه قال أن الصلاة ذكر لله عز وجل في الحضرة يعني الإنسان في حضرة ربه يذكر ربه سبحانه وتعالى فذكر الله خارج الصلاة أكبر وأعظم من ذكر الله في الصلاة يعني ولا ذكر الله أكبر على هذا الرأي أن ده خارج عن الصلاة نعم ولا ذكر الله خارج الصلاة أكبر وأعظم من ذكر الله في الصلاة ولذلك يعني الإنسان في حياته الإنسان في حياته لما بيدخل مثلا على مديره في الشغل وبعدين يعد يمدح المدير ويذكر في المدير وما إلى ذلك يقوله عليه منافق لكن إذا ابتعد عن حضرة المدير ثم خرج بعد ذلك بعيد عنه وأخذ يذكر هذا المدير ويامدح هذا المدير يقوله ده فعلا بيحب حب حقيقي لأنه ذكره في غير حضرته فكون إن الإنسان بيذكر ربنا يعني الإنسان ممكن يكون منافق مع ربنا سبحانه وتعالى في الزكر لا مش منافق مع ربنا سبحانه وتعالى في الزكر لكن احنا بنضرب مثل عملي من واقع الناس عشان الناس تفهم ان ذكر الله خارج الصلاة اعظم واكثر من ذكر الله في الصلاة ولذلك ربنا من عجيب القرآن وعظيم القرآن في سورة الجمعة ربنا لما يتكلم عن صلاة الجمعة قال ايه يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ودروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون فاذا قدية الصلاة خلاص بقى احنا كنا خلصنا صلاة الصلاة الجمعة ذكر ربنا سبحانه وتعالى طيب صلاة الجمعة خلصت نعمل ايه ربنا سبحانه وتعالى قال فاذا قدية الصلاة فانتشروا في الارض وبيتغوا من فضل الله واذكر الله يبقى ده ذكر في غير الحضرة فالذكر في غير الحضرة في كل وقت في الصباح وفي المساء وفي اي وقت ده ثوابه افضل واعظم من الذكر في الصلاة اعوزين نتكلم مع حضرتك عن فضل الحلقة نعم لا حول ولا قوة إلا بالله هذا ذكر من أعظم الأذكار اللي الإنسان يعني يكسر منها في الليل والنهار هو الأول يعني إيه لا حول ولا قوة إلا بالله معناها أنا ضعيف يا رب أنا مليش غيرك يا رب إذا كنت مظلوم قل لا حول ولا قوة إلا بالله إذا كنت مكهور قل لا حول ولا قوة إلا بالله إذا كنت ضعيف قل لا حول ولا قوة إلا بالله إنت بتستعين بربنا سبحانه وتعالى هذه الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في وقت ضعفك سوابها كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وكان وصيد سيدنا إبراهيم للنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وقابل سيدنا إبراهيم فسيدنا إبراهيم ندع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة بسلام اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين وأنها طيبة التربة عذبة الماء وأن غراس الجنة العايز يغرس بقى غرس في الجنة الناس اللي بتحب يبقى عندها في الدنيا أراضي وفددين بتدفع أموال طائلة من أجل الحصول على هذه الأراضي والفددين في الجنة بقى غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة فنكسر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله في كل وقت وفي كل حين ربنا سبحانه وتعالى يجعل لنا كنزا في الجنة الجنة فيها شجر وثمار وزروع هي موجودة نعم إحنا بقى ممكن وإحنا في الدنيا نبني كنوز في الجنة بإيه بكسرة ذكر الله سبحانه وتعالى في أسكار معينة الإنسان لو قالها الإنسان يغرس في الجنة غراسا كسيرة يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال سبحان الله العظيم وبحمد غرست له نخلة في الجنة مرة واحدة مرة واحدة طب اللي يقول سبحان الله العظيم وبحمد مئة مرة في اليوم يبقى تغرس له مئة نخلة في الجنة طب ياخدوا قد إيه من الوقت سبحان الله العظيم وبحمد تقريبا ثلاثة أربع دقائق يعني الإنسان يستطيع بهذا الزكر البسيط ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود لما سمع هذا الحديث قال والله كم ضيعنا من النخيل إحنا بيعد علينا أوقات كتير قوي 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 ونكون نسيين ذكر وبينه سبحانه وتعالى لأنه الزكر مش بياخد وقت ومش بياخد منك مجهود بالضبط تقدر تذكر وانت في الشارع تقدر تذكر وانت في المواصلات تقدر تذكر حتى وانت قابل تشتغل هل ده معناه أن أنا مفرقش وقت للذكر يعني مثلا بعد صلاة الفجر هو الذكر لا يحتاج أصلا إلى تفريغ وقت الإنسان يقدر يذكر في أي وقت حتى الطالب هو بيذاكر يعني الطالب هو بيذاكر ماشي لو أنه بدأ المذاكرة بذكر الله سبحانه وتعالى وأنهى المذاكرة بذكر الله سبحانه وتعالى أو هو رايح الامتحان بيبص في الكتاب كده وبيستغفر ربنا وبيكسر من ذكر ربنا سبحانه وتعالى هو خايف ومرعوب وخايف يخش الامتحان فالإنسان لما يكسر من ذكر ربنا سبحانه وتعالى يطمئن قلبه إن شاء الله سبحانه وتعالى فضل الحمد لله قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان يعني الميزان حسناته ضعيف وعاوز يزود من حسناته كتير يكسر من قول الحمد لله وسبحان الله الحسنات في الجنة بالميزان نعم الميزان هذه مرحلة من مراحل يوم القيامة وكل إنسان ميزانه سيوضع ولا يسكو الميزان الإنسان إلا إذا كان الإنسان فعل في الدنيا حسنات كتيرة طيب في ناس معهاش فلوس تتصدق ناس الصحة نفسها مش مساعدها أن هي تصلي كتير ناس ما عندهاش وقت تكرأ قرآن كتير إيه العبادة بقى اللي تسقي الميزان حسناتك أن أنت تقول الحمد لله وقال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان وشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بنت حاجة خفيفة كلنا نقدر نعملها كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحنده سبحان الله العظيم مش الحمد لله بس يعني إيه ثقيلتان في الميزان ثقيلتان في الميزان يعني تسقي الميزان العبد يوم القيامة أنا هتخيل دلوقتي إنسان كان ميزان حسناته ضعيف هو ما بيعملش في حياته أكتر من أنه بيروح شغله بيصلي الصلاة وأحيانا بيأخر الصلاة وأحيانا وقت كله ضايع في العمل وفي ملاهي الدنيا إلا أنه أكثر من قول الحمد لله فيأتي يوم القيامة يفاجأ بفضل الله سبحانه وتعالى بجبل من الحسنات في ميزان حسناته بيقول الحمد لله بيقول سبحان الله يا بحمد بيقول سبحان الله عظيم يفاجأ في ميزان حسناته بجبل من الحسنات فيقول يا رب أنا ما عملتش الحسنات دي كلها أنا الحسنات دي كلها جات لمنين فتقول له الملائكة يوم القيامة هذا من ذكرك لله سبحانه وتعالى من كسرة ذكرك لله من كسرة قولة الحمد لله سبحان الله العظيم سبحان الله يا بحندي سق الميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى الزكر بيغني عن عبادة من العبادات يعني مثلا أنا لو ما صليتش فرض من الفروض الفروض خمسة لو أنا جاي يوم وصليت أربعة بس وذكرت ربنا سبحانه وتعالى ده بيعوض الفرض اللي أنا سبته طبعا لا يغني عن فرض أنا أتكلم يغني عن النوافل قيام الليل الإنفق في سبيل اللامة ما رجب تقول نوافل يزود من الحسنات في الميزان يوم القيام نعم لكنه لا يغني عن فرد من الفرائد يعني محدش يسمع كلامنا يقول خلاص أنا بقى ممكن نصليش وأعد أذكر ربنا سبحانه وتعالى هذا كلام لا يقبل طب والصدقات برضو الصدقات إذا كنا نتكلم عن الزكاة المفروضة فالزكاة المفروضة تخرج لكن بالنسبة للصدقات الإنسان لو لم يستطع أن يخرج صدقة يكسر من ذكر الله سبحانه وتعالى ولذلك الحديث اللي احنا قلناه النبي عليه الصلاة قال من عجز منكم عن قيام الليل أن يكابده مش قادر يكون الليل يبقى هنا النبي بيتكلم عن الإيه النافلة ولا يتكلم عن الفريضة وعن المال أن ينفقه يبقى واحد مش قادر ينفق مش قادر يتصدق ماشي وعن العدو أن يجاهده فليكسر من ذكر الله سبحانه وتعالى لكن الذكر لا يغني عن فريضة من الفرائد ولا عبادة من العبادات نقول للسادة المشاهدين أنيروا حياتكم بذكر الله سبحانه وتعالى أنيروا بيوتكم بذكر الله سبحانه وتعالى أنيروا شوارعكم وعلموا أولادكم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى تفوزوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة وتسعدوا في الضرين إن شاء الله رب العالمين إن شاء الله لو اتنين مثلا صحاب قاعدين بيذكروا نعم وفي خلال ذكرهم يعني في مذكرتهم مثلا أو حاجة ذكروا الله سبحانه وتعالى هل إن مذاكرتهم فقط المذاكرة من الزكرة تعد من الزكرة حسنا أول ما بدأت قلت إن الصلاة زكر والطعاد زكر والصيام فيه زكر الله سبحانه وتعالى هل إن المذاكرة برضو دي زكرة برضو طلب العلم الطالب إذا ابتغى بمذاكرته وجه الله سبحانه وتعالى كانت مذاكرته زكر الله سبحانه وتعالى وأنا هتكلم بحكم تخصصنا في اللغة كلمة ذكر كلمة عامة تشمل كل عمل صالح يعمله الإنسان أي عمل صالح بيعمله الإنسان يعني مش مجرد سبحانه الله والحمد لله ولا حول قتال بالله دي زكر يعني الناس اللي عارض تسمعنا دلوقتي هم الآن في ذكر الله سبحانه وتعالى نحن الآن في مجلس ذكر الله سبحانه وتعالى الطالب اللي بيذاكر يبتغي بمذاكرته وجه الله سبحانه وتعالى يذكر الله سبحانه وتعالى أقول بقى حديث جميل قوي الملائكة في ملائكة لربنا سبحانه وتعالى ونحن نعلم أن الملائكة يعني كل مجموعة من الملائكة لهم مظائف معينة في مجموعة من الملائكة وظيفتهم البحث عن مجالس الزكر يروحوا دايماً كده يمشوا في الأرض يدوروا عن ناس قاعدة بتسمع مجلس علم ناس قاعدة بتسمع برنامج ديني من البرامج مجالس الزكر تحفوال ملائكة نعم ناس قاعدة مثلاً بتذاكر تبتغي بالمذاكرة وواجهة الله سبحانه وتعالى الملائكة دول بيسيروا في الأرض يبحثون عن هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سيارة في الأرض يلتمسون مجالس الذكر يدوروا على مجالس الذكر في الأرض فإذا وجدوا مجلسا يذكر فيه الله مجلس من المجالس في ذكر الله سبحانه وتعالى قال هلموا إلى بغيتكم هلموا إلى حاجتكم فيجلسون معهم حتى إذا انتهى هذا المجلس أغلقت الملائكة الصحف وصعدت إلى ربها تبارك وتعالى هذا المجلس يباهي به الله الملائكة في السماء النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام يخرج على أصحابه بعد صلاة الفجر وده من أفضل أوقات الإنسان يذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى هذا وقت أسكار الصباح النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة فوجد الصحابة يعني جلسين في المسجد فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أجلسكم قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله احنا عاديين في المجلس ده بنذكر الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله ما أجلسكم إلا هذا انتوا قاعدين علشان هذا المجلس قالوا آه الله ما أجلسنا إلا هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنني لم أستحلفكم تكذيبا لكم أنا مش بكذبكم ولكن بلغني أن الله يباهي بكم الملائكة في السماء ربنا سبحانه وتعالى يباهي بكم الملائكة في السماء الطلبة اللي بتذاكر إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع لأنه في مذكرته زاكر لله سبحانه وتعالى أنا وارتني يا فضلت الشيخ بشكر فضلتك وشكركم مشاهدينا وانتظرون إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله